الفلسطيني والحقيقة النهاردة هبدأوا بس بالمكالمة اللي تصل بها بايدن تصل بالرئيس السيسي خلال الساعات القليلة الماضية وناقش مع الرئيس السيسي المبادرة مبادرة وقف اطلاق النار وتبادل الاسرة وكيف يمكن اصال المساعدات الانسانية الي جانب الفلسطيني وبايدن شكر الرئيس السيسي تاني وتالت هرابع والناس اللي كانت بتقول انه فخرين لما الرجل لانه الرئيس الامريكي خلاص يعني انتوا شايفين زاكرته وشايفينه مبارح كان مع الايطالية مع رئيس الوزراء الايطالية وبتكلم لغبة بين غزة وبين اوكرانيا مرتين ثلاثة فلما لغبة بين الرئيس السيسي والمكسيك ولغبة بين مصر وقال انه الرئيس السيسي انا اقنعت انه يفتح المعبر مسكوا فيها يعني واحنا قلنا ارحموا شيخ خطر الرجل لكن يعني انت بتقول لي مين لا حياته لمن تنادي لكن في كل احوال الرئيس بايدن اتصل بالرئيس السيسي وتناقشه في هذه المسائل والمبادرة المصرية القطرية الامريكية لوقف اطلاق النار كانت هي موضع النقاش بين الرئيسين الامريكي والرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس بايدن بعد مكالمة رئيس السيسي خد قرار ايه هو القرار ما هو القرار الذي اتخذاه الرئيس بايدن بعد مكالمته مع الرئيس السيسي انزال جوي امريكي للمساعدات على قطاع غاز ايه بقى دلوقتي مين اللي بينزل المساعدات لانهم بيعرقلوا بقى اي مشاعدات برية فنعمل انزال مصر والاردن والامارات واعتقد كمان فرنسا والنهار ده امريكا دخلت اهيه وبيدن قال المساعدات الامريكية بالانزال الجوي وقال الكلام ده مع رئيس الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني في البيت الابيض قالها نبذ القصرة جهدنا لتوصيل المساعدات الاضافية الى غزة وقال المساعدات لا تتدفق في غزة بالسرعة الكافية طبعا يبقى كله دلوقتي شغال على مالية انزال جوي للمساعدات